زي يعني الحكاية الشبع الروحي ده يمكن يلخص في كلمة معلمنا بطرس الرسول للسيد المسيح لما قال له إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية هو عندك يعني الشبع الروحي ده هو الأهم بكثير من أي شبع آخر لأن شبع الروح هو بمعناه أو في معناه هو رضا النفس والإحساس أيضا برضا الله على الإنسان وأيضا الغبطة والسعادة التي تكتاح قلب الإنسان عندما يجبع روحيا يعني شوفوا لما الإنسان يحضر الأداس ويسمع كلمة ربنا وبيتناول ويسمع قراءات يعني في داخل أداس بيحس قدقيه أنه بعد ما خلص الأداس وروح يحس قدقيه أنه هو شبعان يمكن لو تقدم له الفطار يتأخر عنه لأنه هو حاسس بشبع أتار الشبع ده روح يملأ نفسه يملأ روحه يملأ كيانه نلاقيه في غبطة وسعادة روحية ليست مصدرها يعني سعادة العالم أو فرح العالم أو فرح الشبع بالعالم ومقتنياته لكن شبع روحي يعني نادر نادر في بعناه ونادر في موضوعه وشكله يعني كنت بقرأة في قصة مريم ومرسا واكتشفت أن مريم كانت تبحث عن الشبع الروحي مريم أخت العازر أما أختها مرسا فكانت مضطربة ومهتمة بأمور كتيرة السيد المسيح قال لها لكن الحاجة إلى واحد الحاجة إلى الشبع الروحي الذي يملأ النفس رضا وغبطة وسعادة فالسيد المسيح قال لمرسا أن مريم قد اختارت النصيب الصالح